مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا كيفكن جيت بالجزء الثالث لنشيد الأنشاد في جزئين فيكم تشوفون على الفيسبوك بروفايل تبعي الجزء الأول هو الأصحاح الأول بنشيد الأنشاد الجزء الثاني هو الأصحاح الثاني وهلأ الجزء الثالث بصلي تكونوا عم تستمتعوا بهذه الإعلانات بهذه الأسرار عن الزواج والمحبة والجنس بأصيدة الحب التي كتب الملك سليمان لعروسته بعدنا نكمل مع الروح الأدس نغوص بهذه الأصيدة الرائعة التي وصلت لأيدينا للمنفعة فنكون نتعلم وإذا أنت مزوج إذا أنتم مزوجين نيالكم شو حلو عم تسمعوا هلأ هذه الأفكار هذه الإعلانات التي ستغير زواجكم التي ستأخذكم على مستويات جديدة من البركة لأن الأشياء التي نتحدثها هي مصممة من الخالق والرب ومن أفضل منه يعلمنا ويتلمزنا عن الأمور التي خلقها ما بدنا نروح هذا العالم يلي هو معادل لفكر المسيح أنه يتلمزنا بأمور الزواج والعليقات والجنس أكيد في أمور تانية حلوة العالم ممكن يقدم لنا إياها بس دائما منمتحن الأشياء على ضوء الكلمة ومنتمسك بالحسن فمش أنه عم نسكر على الناس لأنه يسوع قال أهل هيدا العالم عندهم حكمة أكتر من بني الملكوت ففي أمور منستفيد فيها منهم بس بموضوع الزواج والمحبة والعليقات والجنس وغيرة من الأمور هي من تصميم الرب هي تصميم إلهي وأفضل أفضل أفضل مرجع هو الخالق السيد الرب لهذه الأمور وإذا أنت شخص بعدك أعزب سنجل كثير حلو لأنه رح تسمع أشياء عن صفاتك كرجل وإذا أنت إمرأة بعدك عزباء رح تسمعي أشياء عن صفات المرأة وتكون هكي عم تتشكل فيك هاي الهوية الرائعة قديش حلو قديش فرحة وقديش متعة أنه الرب عطانا هوية ومش بالصدفة أنا خلقت رجل ومش بالصدفة أنت خلقتي مرأة الرب أصد يمتعنا بمطرح ما نحنا سكنين يعني أنا مثلا بالبيت القاعد فيه مبسوط فيه عم بحكي البيت الحجر القوض الصفيات التلفزيون المعدات الدفا كله يعني اختبار حلو أنه ساكن بهذا البيت والرب لما أصد يسكننا ببيت هويتنا كرجل وكامرأة هو لأن أصده نستمتع بالشيء اللي عطانا إياه فهيدي الهوية بتتحارب بطريقة كتير شرسة بتتجرح ولما بتتجرح بتفوت على قرارات خاطئة على بهيفيور غريب مش يعني منه لإله من الأساس وفيه حارب روحية شرسة من الشيطان أنه يدمر هوية الرجل والمرأة ويفقدها قوتها ونقوتها وجمالها والاستمتاع فيها وبتلاقي أغلب الناس عم بيهاجروا من هاي الهوية ما بدون إياها بل عم بيطلوا على هويات تانية مفاكرين أنه رح ينبسطوا بمطارح تانية بس هو الفكرة أنه عم بيفلوا من هاي البيت لأنه مش مبسوطين فيه بسبب خطيئة بسبب جراح بسبب أمور متعالجة بس لا هيدا البيت بركة خلي الرب يزبطوا يشفيك يرجع يضويه يرجع يفرشو ما تهاجر على مطرح تانية الرب ما صمموا لألك من الأساس على كل إن رح نكون عم نقرأ هلأ بالجزء الثالث ونشوف روح القدس وين بده يوقفنا على أي أعلانات ونكون سوا عم نوقف عم نصلي عم نستقبل هالأفكار عم نخلي كلمة الرب تجدد أزهاننا لأنه كتير فكر هيدا العالم وروح هيدا العالم تلمزنا من نحن وصغار بهيدا الأمور بدنا نرفضها بدنا نغتسل منها باسم يسوع بغسل المياه بالكلمة ونكون عم نفوت على سقافة الملكوت بهيدا الأمور بهيدا العنوين للتلات العريضة المحبة والزواج والجنس باسم يسوع المسيح رح كون عم برفع صلاة بليز حضر بهيدا الوقت كتابك لمعدة سفتحه على نشيد الأنشاد الإصحاح الثالث هو قبل سفر النبي أشعية ونكون عم نرفع صلاة لنخلي روح القدس هو يعمل كل العمل عن هذه كلمته بالنهاية وأنا ما فيه اخترع فيها وفتي فيها فهو بيقودنا بالتفسير وبإنه نفهم على قدر طاقتنا وعلى قدر الإيمان المعتلق لنا بهيدا المرحلة باسم يسوع يا رب منشكرك من كل قلوبنا بهيدا الوقت على هيدا الفرصة يا رب نرجع نتجمع حولك يا رب حاول فكرك الأساسي حاول تصميمك يا رب لهي الأمور الرائعة والمقدسة يا رب بموضوع الزواج والعليقات والجنس يا رب يا رب نشكرك من أجل يا رب هذا التصميم الرائع نشكرك يا رب من أجل يا رب يا رب فكرة العيلة يلي هو كما في السماء كذلك على الأرض يا رب لأنه أنت أب أب سماوي يا رب ومنك وأنت أصل كل أبوي في السماوات وعلى الأرض ومنك تسمى كل عشيرة يا رب أنت تنحدر من جوهرك من فكرك من مين أنت يا رب شكرا أنك تملأنا بروح الحكمة والمعرفة والإعلانات والفهم يا رب باسم الرب يسوع لهاي الأمور اللي عم ندرس عنا يا رب مع بعض أنا وأخواتي يا رب على الأونلاين باسم الرب يسوع يا رب شكرا أنه تعطي فهم لكل واحد تكلم بروحك لو تدوس كل قلب بهذا المواضيع يا رب ما بدنا نكون بس عم نستمتع بالإعلانات وبالمعرفة ساعدنا يا رب أنه نعيشها وناخد خطوات فيها ونكون مش بس سمعين للكلمة إنما عاملين أيضا فيها باسم الرب يسوع المسيح لتسير روح وحياة يا رب لألنا نعم يا رب شكرا الإيمان يا رب العامل بالمحبة يا رب الإيمان يلي بياخد خطوات باسم الرب يسوع المسيح نعم يا رب أشكرك من أجل يا رب هيدا الجزء يا رب اليوم الجزء التالت يا رب من نشيد الأمشاد يا رب شكرا أنه تفرجينا أمور يا رب عن جد تدهشنا وتبركنا يا رب أشكرك من أجل تعلن لألنا أسرار 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 يا رب من هيدا العنوين العريضة الثلاثة يا رب المحبة الزواج والجنس باسم الرب يسوع المسيح يا رب صلي باسم يسوع لكل حدا عم يسمعني ولقلي بي السماوي بصلي لقلي كمان يا رب انه تاخد هويتنا يا رب لأعماء جديدة لقوة جديدة يا رب للشفاء جديد لنقاوة جديدة لأداسة جديدة يا رب بدنا نكون عن جد يا رب بحسب فكرك تماما ونعكس مجدك باسم الرب يسوع فهمنا كل الترتيبات يا رب بالعليقات دور الرجل دور المرأة يا رب صفات الرجل صفات المرأة العلاقة بين بعضهم جسر العلاقة هي شو دوره هو شو دوره يا رب فرجينا كل الترتيبات والمجد والاستمتاع يا رب بهذا الموضوع يا رب لنعيش بملء الحياة وبملء البركة يا رب ونفرح بعمل ايديك بحياتنا باسم يسوع يا رب غطينا بدم الحمل بدم يسوع المسيح بهذا الوقت يا رب نقيد اي تشويش نربط ابليس باسم يسوع واي حصون وظنون يا رب موجودة جواتنا واي تعليم خاطئة من زمان يا رب اكتسبناها سواء يا رب من تعليم خاطئة مباشرة من حدف السنة ايها او يا رب سواء طلعنا بتعليم من اختبارات فاش اللي قطعنا فيها اختبارات ناقصة يا رب كلها نخضعها هلأ لروحك لقدوس ونعلن يا رب انك تجعل المعواج مستقيم فينا باسم الرب يسوع وبالاخص بهذا الموضوع اللي عم نحكي عنه بهذا الوقت امين 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 ربي بركك خي واختي فتح ماي على نشيط الانشاية للإصحاحة التالت خلينا نغوص بهذا الإصحاحة اللي منه طويل وانا مثل ما اقول لك دايما منه محضر مصدقا شو بدي احكي انا مثل ديفوشن عم بقرق انا وياك ونشوف روح لقدوس كيف بيوقفنا ونكون عم نحكي مع بعض بهذا الاعلانات بشاجعك تسمع الجزء الاول والجزء التاني لأن هي قصيدة حب هي مترابطة بتفرجينا كيف الملك سليمان اخلى ملوكيته ولبس طوب الراعي لعنه حب في الليحة وتواعده بعدين نغرمه بعدين خطبه بعدين جوزه بعدين قطعه بشوية تحديات بزواجهن فكلها قصيدة الحب تمان اصحاحات بتفرجينا بتفرجينا نموذج حلو نتعلم منه فاسمع الجزء الاول والتاني وهيدا الجزء التالي هلأ صليكم بارك لليلك باسم ياسوع بتبلش اللي محبوبة بتقول بأول آية ليلة بعد ليلة وأنا على فراشي اشتقتوا إلى حبيبي بحثتوا عنه فلم أجدوه كثيرا عم بستمتع بهذه القصة يعني قدم فيها براءة بالحب وبالأشواء وبالعواطف الحلوة فهون عم بتقول لأنه حبيبة بعد عنا فترة وكان رايح عم بيحضر للعرس فصار في مسافة بيناتهم بس ما كتفي تتعبر عن الأشواء قال بحثتوا عنه فلم أجده يعني عملت خطوات نحنا لازم لما منحب لما منشتاء ما نوقف عند المشاعر بس لازم كمان ناخد خطوات قال بحثتوا عنه يعني بعد ما شقتله قمت لقي طريقة لإيه يعني قمت دور عليه فباسم يسوع إذا أنت بس تشعر بس ما عندك الخطوة أنه تكمل هيدا الشعور بالخطوة يلي بتكليل المغامرة والاختبار لأ باسم يسوع بصلي أول إليك وأول إلي أنه نكمل بمشاعرنا نكمل بأشوائنا ما نفشل ناخد خطوات ونبحث عن الشخص نقول له كيفك شقتلك هلأ عم بيحكي بموضوع العلاقات بين الرجل والمرأة بس ممكن تتطبق على غير علاقات كمان علاقات بين أصحاب علاقات بين الأهل إلى آخره بس رح أبقى بسيق العلاقة بين رجل ومرأة والمرأة فما يكون عنا أعياء أنه ناخد الخطوة ونروح الميل الإضافة اشتقت له بس كمان بحثت عنه فباسم يسوع تشدد ب أنه مش بس تحب كمان تعمل خطوة وإذا كمان بتقلي توني أنا أصلا ما عندي طاقة اشتق ما عندي طاقة أصلا حب يعني شغلي أنه أبعد من أنه أخد خطوة بعد أنا أصلا أول مرحلة هي أنه اشتق مش عم بعرف اشتق كمان بإسم يسوع أول إلك لتحب أول إلك لتشعر لأنه لأنه نحن مخلوقين على صورة الرب ومثاله والرب بيشعر تجاهك الرب عنده مشاعر بيتحنن بيبكي بيزعل بيفرح فإذا أنت ما عم تعرف تتواصل مع مشاعرك وتحب وتشتق يعني لازم الرب يلمسك بهذه الدائرة فبإسم يسوع شفاء لإلك وأول إلك بدائرة المشاعر كمان تشتق ولما تشتق كمان أول إلك تاخد خطوات وتبحث وتعمل اللي لازم تعمله لتكمل هذا الاختبار ويكون بركة لإلك وللآخر لأنه ما في أبشع منه حدا يشتق بالسر وتكون غير معلني للطرف الآخر يعني مثل الحب من طرف واحد منا حلو يعني يمكن أنا في أشخاص بيحبوني بس أنا ما بعرف عنهم يعني ما بيصرحوني وأنه أنا شو استفدت ما هيك مش حلو مش حلو يكون من طرف واحد لأ لازم نعبر عن الأشواء اللي جواتنا لأنه الرب بيعبر بيعبر بيعبرلك بيقول لك بحبك بيعلك محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة وقعوا كل اللي كتاب لمقدس مليان بكلمات الحب من الراب لإلنا والراب ما اكتفى إنه بس يقول أنا بحبكم بحب البشرية بس نحنا كنا يعني نزلين عجهنم وفتح شباك السماء وقال بحبكم ايه بحبكم وعن جات صادق لما يقول بس إذا ما كمل العمل وتجسد وإجا خلصنا إنه حبته ما كانت راح تفيدنا للآخر كنا استفدنا إنه عبرنا وامتياز إنه بس يقلنا بحبكم نحنا مش يعني ما قلنا فضل عليه أصلا إنه يعمل كمان الميل الإضافي وينزل يخلصنا بس قال بحبكم وعملها يعني مات من عجلنا فأخذ الخطوة الراب مش بس اكتفى بالكلمة إجا وتجسد يعني يوحنى الحبيب بيقول برسائله إنه فلتكن محبتكم ليس بالكلام فقط إنما بالعمل فباسم ياسوه هوني قال محبوبة قال اشتقتله بس ما اكتفيت قال وقمت بحثت عنه فالأشواء مع العمل هذا اللي بيتوج العلاقة وما نخاف إذا عندك إنت عم تتحارب بشعور الرفض وأنا بعرف هذا الشي لأنه كلنا بمغتص البشرية نفسه ففي أشخاص يعني كلنا تقريبا عنا خاف من الشعور بالرفض في ناس عند إياها بطريقة قوية في ناس عند إياها بطريقة أقال بس كلنا يمكن مرات من خاف إنه نعبر لحد مثلا هلالعنو عم بحكي بسيئة العلاقات بين رجل والمرأة بنشيد الأنشاد فيمكن إذا أنت بدك تقول لمرتك بحبك أو تعبر له عن الأشواء تبعك تحس بالرفض وبركي ما استقبلتها وبركي ما عطيتها قيمة مثل ما أنا بريد تعطيها قيمة للكلمة للشعور ببركي سخفتني ففي مية فكرة بتدور براسنا وعدا أن الشيطان بيحارب بالعلاقات زيادة فبعرف أنه ممكن أنت ما عم تتجرأ تاخد خطوات لأنه ممكن تخايف من الشعور بالرفض وأنت كمان يمكن تخايف من الشعور بالرفض مع حبيبك مع زوجك فلا هذا الشيء خوف غير مبرر لأنه الرب ربي ذاته يعني حبنا وعارف لحنرفضه يعني قال ونحن بعد خطوات مات المسيح لأجلنا ما خاف يعبرنا بس المحبة بتاعتي هي بتاعتي بدون ما تطلب يعني عم بعطيك مفتاح لبضلك بالنصرة بالانتصار أنت عبر وشو بدك أنت خليك عم بتكمل عم تعطي حب رفضت روح بيزعلك لعند الرب قلو يا رب أنا زعلت الموس علقتي مع مارتي وانت كمان صلي نفس الشيء وخده ويا رب شفيها العلاقة ساعدنا نستقبل المشاعر من بعضنا البعض بس ما تخاف توقف تعبر عن أشوائك بمحبة عملية لأنه خاف من شعور بالرفض لحب تظلك عيش بهذا السجن ورح تظلك كابت مشاعرك لا ما نخاف من هيدا الأكاذيب الحب يقوله بالانجليزي Love is vulnerable يعني ممكن ما ننفهم ممكن نرفض ممكن 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 نتجرح لأنه رب المجد عمله وفي مطارح رفضنا وفي مطارح كثير هلأ بعدنا نرفض وبس بعده بالانجليزي يقوله He is not withdrawing Love from us يعني ما عم يصحب هذا الحب لألنا لأنه محبة يعني في الشط تذهب عليه يوقف يبعط لك أمواج لأن أنت ليس مزاجك أو خايف من الموج حب دائما يعطي حب دائما بيعطي فهيدي من الخصائص عم بعطيك مفتاح للنضوج والانتصار كمّل عم بتحب والطرف الآخر يتعامل معه بس أنت شغلتك أنه تشتاء وتحب وتاخد خطوات بهالم موضوع فأقام تقول هون اشتقت لحبيبي بس مش بس بحست عنه فلم أجده سأكون مؤطوف في المدينة في شوارعها وميادينها سأبحث عن حبيب القلب مش بس هيك خليني اخد هلأ هون المفسرين بيقولوا أنه هذا حلم كانت عم تحلم عن سليمان لأنه بعض عنها هلأ حقيقة قامت بالنص الليل وعملتها أو بالحلم يعني مشكورة لأنه عملت المجهود إن كان بالحلم أو إن كان بالحقيقة هلأ سأقوم وطوف بالمدينة بشوارعها هون عم نحكي بالليل بشوارعها وميادينها وسأبحث عن حبيب القلب يعني قالت إنه أنا بحب الأدرجة رح عرّط حالي للخطر بس بد يروح لإيه يعني مش إنه حب الفراجيل النايل فوفاش إنه خالص قلتله كلمة بالزيادة قلتله كلمة بالزيادة لا الحب يلي بيفوت بالأشواك الحب يلي بخاطر لإخر حتود الحب يلي طلع على الصليب فيه أكتر من هيك واجع ومخاطرة وخلاص فإن أنت فيك تاخد علاقة الحب تبعك لمستويات أنت فيك تعمق أنت فيك تعمق يعني هون فيك تكتفي إنه أنا اشتقتله حسنا قالت لا اشتقتله بس بحثت عنه حسنا عملت خطوة إنك تبحث بس لا قالت بعد بدي روح أكتر أنا بدي قوم وطف بالمدينة برص الليل بشوارع وميادينة وفي أخطار وفي سرعين وفي لصوص وفي حيوانات برية إلى آخره فالفكرة هون إنه عم تتعرض للخطر يعني هي بس مش مهم ما بهم لأنه بدأ تروح تلاقيه فمنكمل نحن بنشيد لأنشار الإصحاح الثالث منكمل بالآية بحثت عنه فلم أجده أوكي صادفني في الحراس صادفني الحراس في شوارع المدينة فسألتهم هل رأيتم حبيبي حلو عم تقرأ معي بحثت عنه فلم أجده صادفني الحراس في شوارع المدينة يعني تقابلت مع تحديات عم تقلهم هل رأيتم حبيبي ما تراجعت لما شفت التحديات ما خافت سألتهم شفتوا حبيبي قالوا وما أنت جاوزتهم حتى وجدت حبيبي شو حلو يعني لو اكتفت إنه بس بشتاقة على فراشة عم تقول يا الله اشتقتله هالمزنطر بالمز علوي شتلو وخلصة هونيك كنت لا لقيت حبيبة ولا رجعته مع البيت العالم نشوف شو عملت لما لقيته كنت خلصت هونيك يعني شو بيقولوا فورت مشاعر وخلصت لا بس عملت أكتر من هايك فهون قال وما أنت جاوزتهم لما جاوزت التحديات والحراس قال وجدت حبيبي مرات بتلاقي حبيبك لما بتعمل الأفور إنه تتجاوز الأمور اللي عم بيصارع فيها إذا جاوزك عم بيصارع بأمور حبيبك مخبى ورا مشاكله حبيبك مخبى ورا مضي ورا مشاعر مجروحة ورا ما أنه مشجع يتواصل ما أنه مشجع يحب ويفرجي مشاعر قال ما أنت جاوزتهم حتى وجدت حبيبي ما تفشل إنه تدور على حبيبك إنه تدوري على حبيبك ورا الحراسة هي تحمي حالها من شي عم تقول هون سألت الحراس تخطيتهم يعني ما توقف عند أول بلوك ما تخاف وأكيد ما عم بيقولك تقتحم حياة الآخر لا كمان هكون حساس خلي الرب يقودك يساعدك كيف تتخطى هالحواجز الموجودة بالطرف الآخر لا تقدر تلاقيه لأنه موجود جوا وما أنت جاوستهم حتى وجدت حبيبي يعني هون هايسة وفرحة لقيته وبعد ما عرضت حالة للمخاطر وتخطت الحراس قال فأمسكت به ولم قفلته من يده صدقيت صرفي هون بمعنى صرفي وحدة مش معقولة بينتهم يعني بعد ما أنت أختي تلاقي حبيبك في قلبه حراسة وحراس حراس إن كان هو خلقه أو هو خلقه أو حراسة من أروح شريرة على حياته بعد ما بالصلاة وبالمجهود وتعملي كل اللي لازم تعمليه وأنت كمان نفس الشي تعمل مع مرتك أو مع حبيبتك عراف إنه رح بصير في وحدة بيناتكن و يونيتي ما اختبرتوه من قبل لما تلاقوا بعضكم لقوا بعضكم وراء جدران مخوفكم وتحدياتكم وجراحاتكم لأنه شو بدوا يصير هون قال فأمسكتوا به ولم قفلتهم من يدني صار في وحدة إنك تلاقيها إنك تستردها وإنت نفس الشي رح بتفوته على وحدة بالعلاقة بالزواج مبارك إذا أن أحضرته إلى بيت أمي مش بس لقيته رجعته على بيت أمه وإلى غرفة والدتي هلأ هون إلى غرفة والدتي يعني شو بترمز بيت الأم وغرفة الوالدة هو التعزية لأن الأم بتاعتي تعزية وبيت الأم وغرفة الوالدة هو مطرح ما الأم بتعزي الأم بتردع البابا الأم بتواسي ف رح يكون مش بس بس في وحدة بالعلاقة بين الطرفين إنما رح يكون في استرداد للتعزي بيت الأم غرفة الوالدة فرح بيكون في تعزيات رائعة رح بتخوت فيها بعد بعد الوحدة هاللويا شكرا يا رب على الإعلانات صلي بهذا الوقت خد ثانية شكرا الرب على هذه الأفكار على هذه الأعلانات بإسم يسوع قل له يا رب شددني مطرح ما عندي إعياء إذا مش عم بعرف حس يا رب أعطيني إن الإدرق أشعر إنه ما خاف وقل له ليش أنا ما عم بخلي مشاعري تتفيد وإذا أنت أصلا عندك فايد بالمشاعر بس ما بتاخد خطوة بتقوم وتبحث عنه للطرف الآخر قل له يا رب شددني عمل خطوة ومش بس هيك قل له وما خاف وتراجع وما بدي ويصطفل وأنا عملت وجربت لا ما تفكر بهذه الطريقة لأنك رح تربح حبيبتك وأنت رح تربح يا حبيبك رح يصير في وحدة وتعزيات فظيعة بنعمة الرب منكمل بالأي خمسة بتقلهم للفتيات صديقاتها بعتقد يلي كانوا يساعدوها بالكروم يلي كانت تحرسها عم تقولون يا بنات أرشاليم أستحلفوكنا بالغزلان وبالأيائل البرية اللا تنبهنا أو توقزنا الحب حتى أستعد له حقيقة هوني كان بعد ما تجوزت فأورادي البنت مضروب على قلبها أورادي البنت مش عارف في ياضة أورادي عم تقول أنا على تختي عم بشتق له ليلة بعد ليلة وإلى آخر فعم تقولون هون أوكي رحين على عرس بس ما تحكوني هلأ عن الحب عم تقولون بحلفكم بالغزيل يمكن كان أغلى شيء عند الغزيل لأنه حواليا كل الوقت بالكروم برح بالجزء التاني كانت يمكن أغلى شيء عندك سيارة طبعك تحلق سيارتك فبكل الأحوال عم تقول ما تحكوني هلأ ما تتوقعوا الحب فيي حتى استعدله بعدني مش مستعدي يعني ما تعجقوني بالمشاعر هذا الشيء الرائع بهذه البنت قد يفرجي نضوش فيها أنه ما بده بس مشاعر بده استعداد بده التزام أنا إذا عن جد بحبه أنا أكتر من فورة مشاعر أنا بدي أعرف استعدله بدي أعرف أخذ مسؤوليتي التزامات يعني إذا المشاعر تهلكك قاله للرب يا رب سكر شوية الماء المشاعر فقط لحق بالاستعداد ف أريد أسألك سؤال هنا وأسألك سؤال إذا أنت ناشط بالحب عظيم بس الكفة الثانية للميزان في استعدادات في التزام في مسؤوليات عم تعمل التحضيرات التي تجيب التوازن على هذه العلاقة بين الحب وبين المنطق بين الحب وبين المسؤوليات لأنه بالآخر إذا ما في استعدادات لهذا الحب الحب سيبقى شعور وبعدين سيفرط بإسم يسوع يسوع يجيب توازن لإلنا بموضوع المشاعر وبموضوع الاستعدادات لإلو كلمة لنحافظ على هذا الاختبار المبارك والمقدس بإسم يسوع منكمل لبن لبن وعسل هذا أصد الراب للزواج وهذا الذي حدث معنا لما تجوزنا المسيح كنا في برية هذا العالم نعيش بالتمتع بالمجد مع العرب عم نعيش بفايد النعم عم نعيش بالميراس فنطلع من الصحراء وإذا أنت هون دعوة لإلك بعد مرة تبطت بالمسيح هلأ مد إيدك خليه لابسك المحبس الأبدي محبس الحب يلي مخص لإلك ولإلك فمن هذي عم تقول لأنه هلأ بلجت تتحدر العروس عم بيقول لصحبيت عم أكثر من كل مصحيك التجار يا باطل شو المشهد أكثر من كل مصحيك التجار يعني هون مصدومين صاحبتها لأنه كانوا كل عمرهم نشوفوها في الليحة وبالأول تقول لهم بأول جزء أنا صمراء ولكني جميلة إلى آخره كانت يمكن بدل أن يطلع ريحة البرفام منها ريحة الكرم تنقول الأمرح اللي هو الغزال إذا كانت عم تملحش الغزال لأنه شكلة بتحب الغزلات العروس فهون مصدومين بالمشهد يعني عم بيقولوا مين هيد اللي طلعت من الصحراء يعني فعليا طلعت من الصحراء وبمنظرة طلعت من الصحراء كانت صمراء كان شكلة صحراء كمان حلوة كانت بس كانت إنه لا ميك أب ولا مزينة ولا شي يعني عم بيقولوا لها شو هيدا عم بيفوح منك شاذا المر والبخور مش شايفينك به المنظر من قبل ومش بس هيك الأكتر من كل مصحيك التجار شها المبالغة يعني حتى برفين وبخور ومر عم تتحدر لحبيبة لتغمره لدرجة إنه رح يستوي لما يشوفه شو حلو شو حلو نعمل هالمجهود للآخر يعني الكلمة بتقول أحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قوتك قالوا نكسر الغالي عند الرب شو حلو نكون مبزرين ومصرفين بالحب خاصة للرب يلي بيستحق وكمان مع الشريك مع الشريك الآخر بحياتك بحياتك إذا قللت أنت من هيدا الشي مع مرتك أكيد مش أنت رح تحط الميك أب والبخور يعني ما تقلل ما يكون في شح من قبلك لمرتك قال لي خلص صار في تعود رجع فوت بدومة الإسراف رجع فوت بال لأنه الاقتصاد للإلهي هو وفرة وهذا شي إذا بتعمله بيجيب فايدة من جديد يفتح السماوات يعني رجع أنت كمان أحب رجلك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقوتك وين في شح بحياتك اشتغلي عليه خليه كون في إسراف يعني اعتيل الكل كليتك لإله روحا نفسا وجسدا أكيد مش ليحبك زيادة لأنه ما نبتكل على هالأمور لأنه هي أماننا بس لأنه جزء من المتعب العلاقات جزء من التضحي جزء أنه أنا بدي أعطيك كل شي وبيدي أعمل القفار أنه اشتق لك وحبك ودور واتخطت تحديات ومش بس هيك كون عم بتزين كمان لألك ليش لا ليش لا فهون مصدومين بشكل رائع يعني إذا صحباتها ندوخوا كيف سليمان لما يشوفها ف بنكمل بالقية السبعة وبتقول لها هي أريكة سليمان يحيط بها ستون محاربا من بني إسرائيل كلهم حملت صيوف ماهرون متمرسون في القتال كلهم يحمل سيفه على جنبه مستعدا لأي خطر في الليل يعني آدمي على أمان مش معقول وحكيت أنا بالجزء الأول والتاني أنه الرجل هو مثل شجرة التفاح مثل ما هي وصفته أول شي وصفته مثل بقيت الرجال كمان على شجرة بصوديك مسائبة قال بالنسبة لها شجر بر مش مسمر هو عنده مظهر رجولي أكيد شجرة يعني ما ما وصفته بوردة أبدا حكيتك بالجزء مبارح بهالموضوع لأ وصفته أنت كمان مثل هاو ديكي شجرة بس تفاح أنت مسمر بالنسبة لإلي وحكيت كيف أنه تحب تقض تحت ظله لأنه تحب تحس بالأمان وبالحماية وبالرعاية وبتحب أنه الرجل يحتوي وهون عم بتقول أنه مش بس هو هيك بالنسبة لإلي كمان محاوة تحاوله محاوة حاله بالمحاربون يعني أمان ما بعده أمان يعني قداش فيك تزيد من الأمان بحياتك أنت كشخص عندك أمان بهويتك كرجل وكمان بأمور فيك تعملها من حولك ببيتك بأنك تجيب أمان حتى بالأمور الطبيعية ببيتك تسكن البواب تعمل تشاك أب على الأصص لتجيب أمان وحماية لبيتك لعروستك ما بعرف يعني حتى بالدوائر العملية فينا نكون عم نفرج أمان مش خوف بس لأنه اللي عم نحميه هو الأغلى عننا الحبيبة ما هيك فهو هون عنده كتير اليحيد به أمان واضح وهي فات على هيك بعض على هيك رالم متمرسون في القتال مش بس هيك يعني عارف انه عم تحط حالة بين ايدان حدا ما رح يقزيها مش بس هيك رح يحميها بشكل مش طبيعي يعني زي هي صورة انسان أرضي ملك 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 أرضي كان بالحرق الملك السماوي اللي ارتبطنا فيه ما عنده لأنه نحن غاليين بالنسبة له ارتبطنا فيه تعرفوا يسوع العريس كيف يحارب عن عروس باسم يسوع هلأ تنفتح عيوننا ونشوف كرجل الحرب كيف قديش شريس قديش شريس الراب بانه يحمي العروس الكل يحمل سيفه على جنبه مستعدا لأي خطر في الليل ايه وفيه أخطار بده تصير بالعليقات فيه أخطار فيه أهوال بالليل بده تهجم بده يهجم على علقاتك مع مرتك مع زوجيك فعم تتحضر عم بيكون فيه أمان عم بيكون فيه حماية عم تشتغله على هاي النقطة فمهم أنه أنت كرجل تشتغل على هيدا الموضوع كمان تغطي مرتك بالصلاة وشفنا مبارح به الموضوع كمان روحيا أنت أولا روحيا قبل كل شي أنت ظل إلى روحيا أنت رأس أنت بركته يعني كمان هاي الأمان عم تحمي بصلاوتك وإذا أنت جاوزك يفتكر لهيدا الشيء صليله يا رب رده ليكون رأس رده ليكون الظل الحقيقي لإليه لأنه المسيح رأس جاوزيك وجاوزيك رأسيك فصلي لهي الترتيب بحياتك أختي قولي يا رب صلي أول شي لجاوزيك يسترد للمسيح هاي أول نقطة لأنه ما رح يقدر يكون تاج لراسك وظل إليك إذا علقته مع المسيح مخربط لأنه المسيح تاج رأسه لجاوزيك هو رأس الرجل المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرة بتبلش أنه تعمل حروبات وتعمل حروبات ويا الله مش عم تصبت مع أنه عم صلي وعم بنتهر وعم بعمل بس ما هو علقته مع المسيح مخربطة إما أنت عم تحارب بطريقة غلط صلي للأمور من جزوره هاللويا باسم يسوع شكرا يا رب على الإعلانات كمل منكمل بالإيه تسعة بتقول صنع سليمان لنفسه أريكة من أرز لبنان الجودة والنوعية يعني مش بس أمان عم تشتغل هلأ على الإكسپريانس بقلب البيت يعني أنت كرجل شو عم بتوفر بقلب البيت شو النوعية ومش أنه حال أريكة لا قداش فيك تعمل نوعية بالاختبار مع مرتك الطلب الفضأ عميدتها والرب يدبر بتقول لي أنا ما معي مصاري يعني أنجا إذا عندك أنت المبدأ أنه تعطي لمرتك الأفضل شي وأفضل نوعية المصاري التحصيل حاصل وعم بقول لك ياها بكل سقة وما عم بتفلسف عليك مهم المبدأ بالملكوت الإيمان هو أول شي السقافة هي أول شي لما منتناغم مع السقافة الرب يدبر أطلب ملكوت الله وبره أولا الباقي وزاد لك إذا أنت فكرك بعده ما أنه متناغم مع الفكر الإلهي صلي والرب يبعت الرب يدبر بس تقول لي يعني ما تخلي الشح والاحتياج يمنعك تعيش بسقافة الملكوت وبالنوعية الملكوت اللي عم بتبلش أو شي بالأمور بالزهن بالمينسات والرب يكمل الباقي فأطلب الملكوت وبره يا رب إيه بدي أعطي النوعية الأفضل بعلاقتي مع مرت وانت نفس الشي الرب يدبر المصاري ما هي ورق مطبوعة الرب ما في يدبرها يعني ولاش عاملينه صنم للمال باسم يسوع بينكسر خلينا نعيش أعلى من المال أعلى خلينا نكون فيجيناريس رؤيويين أشخاص عندهم عندهم سقافة الملكوت كملوك عم نفكر مش حدا مش محتاج باقر منكمل الأية عشرة قال طلب الفضة أعمدتها وبخيوط الذهب أخطياتها يا ويلة فات بالتفاصيل يعني مش بس نوعية قال لو عمل لها خيوط الذهب يعني لو كان مهتم يعمل خيوط يعني شو هالزلمة هيدا قال يبعطلك مثله يعني صفاته تصير بيجوزك ما تكون إذا أنت مجوزة تتركي لأنه مش عم تلاقي هاي الصفات فيه لأ صليهم ليصيروا فيه بس أنا عم بحكي قال لأ مع البنات العزابة أنه يكون عندك رجل من هيدا النوع بحياتك كمان اي منكمل وبخيوط الذهب قال غطاها قال وسائدها أرجوان اف أرجوان أغلى شي اللون البيربل مش بس هيك شوفها الجملة هاي دي يا باطل قال ودخلها مرصع بالحب شاشة شعرية يعني يعني مش بس قصص مادية إنه أنا حياتي أمنتلك الأمور هوا هنة كتير حلوين لك عملت الخيوط من ذهب غطيتها بالفضة جبتلك هايدي الأريكي من عرز لبنان إلى آخره بس بالآخر ما فيه مشاعر بالموضوع يعني مساعة فيه وحدة والتانية غايبة لا باسم يسوع الاثنين يسيروا إذا التانية موجودة وهي ديك غايبة لا كمان يكون فيه الملق الاثنين باسم يسوع النوعية الأمور المادية وكمان المشاعر وراها لأنه يعمل لأنه يحب يحب حبيبته رح نخلص آخر آية قال اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا إلى الملك سليمان انظرنا إلى التاج الذي العروس عم تحكي انظرنا إلى التاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه في يوم احتفاله وهيك بيخلص هذا المشهد بالجزء الثالث من نشيد الأنشاد تصلي أنك تكون استمتعت تصلي أنك تكون تبركته باسم يسوع تصلي أنه هاي الأفكار تخدها تصلي تصلي تصير جزء منك إذا أنتم جوزين روحوا على مطرح جديد لعمق جديد باسم يسوع سمع شريك حياتك هؤل الأجزاء الثلاث اللي حد هلأ بعد فيه خمس أجزاء لأنه تمام أصححات رح أطلع فيهم بالأيام اللي جاية وعدوا سمعوا سوا البرودكاست رول للنص حطوا قدامكم صلوا النقاط ربعا بيدعيكم للعمق يعني الزواج مش لازم يكون تقل مش لازم يكون ضغط هو متعة فيه تحديات ايه ما عندي تحديات أنا مع المسيح أكيد عندي بس أنه يعني بصير نقرف من علاقتي معه شو ببني شي يعني هيدا امتياز انه تجوزته امتياز انه تقبلني أصلا لا العرص رائع ومجد وبركة بقلب التحديات أنا ويا نشتغلها مع بعض نقول للرب ما بدنا إشيء أسرع العلاقة فمنتواصل مع بعض أنا ويا تصلي نحكي ومنحل الأمور فشارك هيدا البرودكاست تشجع الآخر باسم يسوع وأراك بالجزء الرابع بوقت قريب باسم يسوع